الأعمال اللي بتقوم مقام الحج والعمر قلنا نمر واحد النية إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وسيدنا النبي يقول إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبثهم العذر وفي رواية إلا شاركوكم في الأجري والآية الكريمة واضحة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يعني أعطوا الأجر من الله مع أنهم لم يذهبوا لأنه عالم ما في نياتهم من صدق وإخلاص نمر اثنين من الأعمال اللي بتقوم مقام الحج والعمرة ذكر الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الأنصار وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم ويحجون ولا نحج أهل الدثور ذهبوا بالدرجات والنعيم المقيم ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم وكنتم خير من أنتم بين ظهرني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين يبقى لو أنتم عايزين تسبقوا الناس اللي عايشين معاكم وتبقوا أفضل حد موجود في هذه الدنيا بعد كل صلاة تسبح الله تلاثا وثلاثين مرة وتحمد الله تلاثا وثلاثين مرة وتكبر الله تلاثا وثلاثين مرة الذكر الذكر بعد الصلاة في رواية تانية سيدنا النبي قل للصحابة كذا أليس جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وقول المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة والكلمة الطيبة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر كذلك إن وضعها في حلال فإن له بها أجر يبقى نمرة واحد النية الخالصة لله من الأعمال اللي ابتقون مقام الحج والعمر نمرة اثنين ذكر الله جل وعلا نمرة ثلاثة الصلاة في جماعة اللي يتطهر في بيته ويغضو إلى بيت من بيوت الله يصلي فريضة من فرائض الله فله أجر حجه طب لو تطاهر وخرج ليصلي نافلة فله أجر عمره هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة تل والصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هل الحج هل هو فيه ثواب أعظم من أنه يغفر الذلات ويرفع الدرجات ده أعظم حاجة في الحج كذلك اللي بينتظر الصلاة تل والصلاة واللي بيذهب ليصلي في المسجد واللي بيسبغ الوضوء على المكاره يبقى ثلاث أعمال بتقوم مقام الحج والعمر واحد النية الصالحة الخالصة اثنين ذكر الله بالتسبح والتحمد والتكبير دبر كل صلاة ثلاثة المحافظة على الصلاة في جماعة في أعمال أخرى هنتكلم عنها إن شاء الله